السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء 16 من الفصل الرابع هنتكلم عن ال-ordering in solid solution لأننا في البداية لما كنا بنعرف ال-solid solution قلنا إن ممكن يكون عندي ممكن يكون إما order أو random الترتيب بتاع الزرات طب ده راجع ليه؟ راجع في الحقيقة لل-sermodynamic parameter called in solid اللي هو delta H وده في الحقيقة موجود في العلاقة اللي هي قدامنا اللي هو عبارة عن delta H بتساوي delta S عفواً delta G بتساوي delta H ناقص T delta S delta G اللي هي free energy أو اللي تشانج فيه الجيبس free energy أما delta S هي ال-entropy طب في الحقيقة في الحالات ال-ideal من السليوشن بيكون عندي delta H بتساوي 0 طب ماذا لو أن ال-delta H أكبر من 0؟ لو أن ال-delta H أكثر من 0 معناها يحصل formation of like bond يعني الزرات اللي هي متمثلة يحصل فيها bond زي الأA والBB لو كان عندي أنصرهم من الأA والB بيعمل ال-solid solution وده is be referred in solid solution between metals A and B this is known as collastering ده بيسمى collastering أو تجمع من ال-BB ومن الأA تمازل لو أن كانت delta H أقل من السفر لو كانت أقل من السفر هيحصل unlike bond يعني إيه unlike bonds؟ يعني تحصل روابط بين العنصرين المختلفين الأA والB are be referred this is lead to ordering which may be exist over short range or long range يعني ممكن نعمل ordering تكون في short range أو في long range عند درجات الحرارة المنخفضة